السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهاردة مع ميزة جديدة وأبليكيشن جديد داخل كنفا هنشوف إمكانياته ونشوف الذكاء الاصطناعي بيقدم لنا إيه جديد داخل كنفا كل اللي عليك منت تروح على كنفا وتروح للأبس ومن الأبس هنبتدي نروح للأبليكيشن اللي هنبص عليه النهاردة وهو AI Interior Styler وده موجود في New and Noteworthy تقدر أنك إنت تروح له من الأبس زي ما احنا شفنا على طول من غير حتى ما تعمل سورش عليه هنا بيقول لي هذا الأبليكيشن بيعمل إيه الأبليكيشن ده بيعمل ريستايل للفورنيتشد انتيريور يعني لو أنت عندك مكان عايز تجدده تقدر أنك إنت تجدده باستخدام هذا الأب أو حتى أنت عندك مساحة فضية لجزء عندك في روم فقوضة تقدر أنك إنت تاخد صورة ليه وترفعه على الأب ده ويبتدي يوريك الديكوريشن الجديد حيكون شكله عامل إزاي ويكون فيه نوع من أنواع inspiration للأيدياز الجديدة اللي أنت ممكن تعملها على هذه المساحة البرميشن اللي بياخدها إنه هو بيعمل بيريد ويغير الكونتنة بتاع ديزاين وبي أكسس الأبلودد ميديا الموجودة عندك في كنفا كل ده أي أبليكيشن بيعمله هروح أقول له use in new design لأن إحنا هنجرب فيه ديزاين جديد هختار فيسبوك بوست مثلا أي تيمبلت هحط فيه الصورة بتاعتي هيبتدي يحولني على AI interior styler وهيمشي الموضوع دوت في خطوات قبل بقى منشوف الخطوات دي تعالوا كده نشوف مواصفات الصورة اللي المفروض نرفحها لازم تكون عاملة إزاي أولا الصور لازم تكون لحد 1536 بيكسل فـ 1024 بيكسل مش أكتر من كده علشان أفايد الكروبينج عملية القص ما يحصلش قص في الصورة ولازم يكون الماكسيمام فايل سايز يعني حجم الفايل اللي هو هنا عبارة عن الصورة ما يكونش أزيد من 3 ميجا بايد وأنا أعتقد أن الماكسيمام فايل سايز تلاجد 10 ميجا بايد كويس جدا يلا بينا نشوف بقى الخطوات عاملة إزاي أول خطوة بيقول لي إيه بيقول لي ارفعي الصورة بتاعتك أول حاجة هبتدي أن أنا أرفع صورة لكيتشن من المفترض أن أنا عايز أعمله ريديزاين مثلا أو أغيره طبعا ده صورة جايباها من بيكس باي تقدر تروح لبيكس باي وتجي فري فوتو وتجرب عليها الأول قبل ما تعمل الموضوع ده إنريل دي أول خطوة خدتها أن أنا الابلود الامج بعد كده هقول له كونتينيو لو طبعا عايز تعمل ريموف وتغير الصورة تقدر تعمل ريموف وترفع صورة تانية هنا بيديني ثلاث اختيارات من ثري مود أول مود ريستايل وهنا أيديال فور فورنيتش دي سبيسز أند رومز يعني أنت عندك أردي مساحة المساحة دي فيها فورنيتشر أو فيها أساس وأنت عايز أن أنت أو روم تكون فيها أساس وأنت عايز أن أنت أفكار جديدة للفورنيتشر الجديدة أو الأثاث الجديدة ده بيستخدم ثري كريدتس الحاجة التانية أو المودة التانية الستيج وده بيستهلك ناين كريدتس وده أيديال أو مناسب أكتر للمساحات الفضية بشكل عام المودة التالت ستيج أند ريستايل إنه هو بيبتدي يعمل ريستايل للحاجة من أول وجديد وده بيستخدم اتناشر كريدتس أنا هبتدي إن أنا أستخدم أول واحد نجربه مع بعض وبعد كده هقول له كونتينيو طبعاً إنت ليك خمسة وعشرين كريدتس فور فري تقدر أنك أنت تستخدمها هنا بيقول لي what type of space do you want to create أنا هقول له الspace دي عبارة عن إيه لأنا رفعتها هي kitchen فحبتدي أختار ال kitchen هممكن أكتب في search هي يظهر معي kitchen وهقول له continue وهنا بيقول لي اختاري ال type بتاع ال style اللي أنت عايزي يعني أنا سيد الوقت عايزة أعيد إن أنا أحط أساس جديد ال style اللي أنت عايزة تختاريه من ال style دي هو هنا مش هيديك نفس الحاجة اللي في الصورة هو الموضوع يعني style مش أكتر من كده أنا مثلا ممكن أقول له أنا عايزة ال style يكون modern مثلا وقول له continue هنا آخر مرحلة بيعمل review كده أنت عايزة تعملي restyle أنت اختارتي kitchen وعايزة ال style بتاعك modern بعد كده هقول له create render الموضوع بياخد من 18 دقيق فهو هنا هيقول لك we have started generating your render go to my renders to track its process هنا لو أنت روحت go to my render حتبص تقدر أنت تتراك تشوفه الحد ما يبتدي يظهر عندك في هذا المكان بيقول لك in renders can take sometimes longer to generate فبياخد وقت شوية فبتقدر أنك أنت تستنى أو تسأل أسئلة يعني or to please see our frequently asked questions الأسئلة اللي نسي بسألة أنا مش رايح أشوف الحتة دي أنا هستنى لحد موضوع render ما يتم ونرجع مرة تانية ونشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي تم عمل render للصورة زي ما إحنا شاهدنا إيه دي الصورة الخاصة بالكيتشن بعد عملية التعديل عليه أو الفورنيتشر الجديدة اللي هتكون موجودة فيه الأساسية عشان نحط الصورتين جابة بعض دي الصورة الأساسية خد فيه اعتباره طبعا الويندو الموجودة وهنا دي الفورنيتشر الحاجة جديدة من ناحية الدواليب مثلا بتاعته المطبخ على حسب الستايل اللي أنا اخترته خد في اعتباره المساحة الخاصة بالمطبخ ودي حاجة جيدة جدا وتقدر بقى أن تتجرب كمان كذا ستايل لحد ما توصل للحاجة اللي أنت عايزها زي ما إحنا شايفين هو واخد في اعتباره كل جزء في المطبخ عمل له تجديد حسب الستايل اللي أنت اخترته ده بالنسبة لو أنت عايز تعمل ريستايل للفورنيتشر مثلا بتاعك حتى بقى مهمة جدا عايزة أكلمكم فيها نتكلم كده شوية عيوب كده خاصة بالAI انتيريور ستايلر فيه أبليكيش كأبليكيشن في كانفا هو لسه حتة الكونيكشن إنه هو يكونيكت بكانفا فيه مشكلة لأن أنا لما حبيت أجرب بعد كده إنه أنا أعمل وراء بعض هتبصت ليه يقولك إيه سوري الأبليكيشن مش عارب دلوقتي يعمل ريندر للحاجة بتاعتك جرب تراي أجين تراي أجين أنا موضوع بياخد وقت قوي فبيحصل ساعة ديسكنيكشن في بعض الأحيان أو مش بيعمل ريندرينج على طول بسهولة يعني لازم تغش وتطلع وتستنى فبعد أول أكشن هتلاقي صعوبة شوية ودي مشكلة وجهتني وأنا بستخدم الAI انتيريور ستايلر علشان كده يعني إيه حتة كده وجب التنويه عنها لا ربما بعد كده طبعا هو لسه جديد فممكن مع الوقت يكون أفضل وأحسن في البرفورمانس أو كفاءة العمل ولكن دي حاجة برضو حبيت أن أنا أنوه عنها عن هذا التطبيق AI انتيريور ستايلر ونتابع كده مع بعض بعد كده هيكون عامل إزاي وإن شاء الله أتمنى أنه هو يكون الكفاءة بتاعته في العمل تكون أفضل أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول أقدم لكم كل جديد وكل مفيد وخاصة في برنامج كنفا بحاول أركز عليه قدر الإمكان أي حاجة تظهر فيه جديدة بحب أطلع أكلمتكم عنها وخصوصا في ناس كتير أنا ملاحظة عندي على القناة بتحب السلسلة الخاصة بكنفا يمكن أكتر من أي حاجة تانية أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا الأول مرة ولو كنت من متابعينا الأعزاء بتنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته